صندوق تطوير التعليم أنشئ بقرار كان الهدف منه أنه يعمل نمازج تعليمية نجحة تقدر النمازج التعليمية دي فيما بعد تستفيد منها الدولة وتستفيد منها الوزارات المعنية سواء كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو وزارة التعليم العالي وكان لصندوق تطوير التعليم إسهامات سابقة على سبيل المثال في مجال التعليم قبل الجامعي مدارس النيل على سبيل المثال في مجال التعليم الجامعي الجامعة المصرية اليابانية والجامعة الإلكترونية والنهاردة لما بنتكلم حضرتك في مجال التعليم الفني اللي زي ما حضرتك تفضلت وعشرت الدولة بتركز فيه وعايزة تنمي هذا القطاع فبرضه صندوق تطوير التعليم كان لي مبادرته وإسهاماته من خلال المجمعات التكنولوجية المتكاملة اللي بتوجه اتجاه خاص لتنمية القطاع ده في التعليم وتخريج خرجين مختلفين خرجين عندهم كل المهارات المطلوبة إن شاء الله طب هنا فندم إيه اللي بيميز الطالب اللي هو متخرج من المجمعات التكنولوجية؟ وإيه الفرق ما بينه وما بين التعليم الفني اللي هو المعتاد أو الطبيعي؟ هو الحقيقة عشان يعني أكون صريح مع حضرتك إحنا لسنوات مضت عدة يعني كان عندنا مشكلة في الخرجين إن المواصفاتهم ما بتلقمش احتياجات سوء العمل يعني فيه نهضة صناعية حصلة في العالم كله والنهضة دي بتنتقل لنا طبعا كجزء رئيسي من العالم لكن العمالة ما كانتش المتوفرة أو الخرجين التعليمي الفني ما كانش عندهم المواصفات أو القدرات اللي تتماشى مع هذا التحديث في الصناعة عشان كده إحنا حضرتك ابتدينا من خلال المجمعات التكنولوجية دي إن إحنا نظام التدريس نفسه اختلف نظام التدريس وهو تبقى للأنظمة الحديثة في العالم دلوقتي اللي بنسميه نظام مبني على الجدرات والمقصود بي إن الطالب هنا بيتعلم مهارة يكتسبها يعرف ينفذها عفوا اعتدنا في التعليم الفني سابقا إنه الدنيا معتمدة على محتوى كتاب الطالب بياخده بيحفظه بيقدر حتى متوقع شكل السؤال ممكن ييجي ازاي فحافظ الإجابة يحطها لكن ما مرس بيده حاجة عملية أو ما اكتسبش المهارة اللي هي تؤهله أنه يشتغل فعلا بيده ده نظام التعليم المختلف تماما جوة المجمعات إحنا عندنا الطالب لازم بناعتمد نظام مهارات لازم الطالب بيؤدي بنفسه والمعلومات اللي تسند هذه المهارات وده نظام في اتجاه عام في العالم دلوقتي بيسمون مناهج المبنية على الجدرات وليست المناهج المبنية على المحتوى ترجمة نانسي قنقر